سأتحدث في هذا الفيديو عن كيفية التعامل مع أعراض الناتجة عن حالة الحرب التي نعيش في فلسطين في غزة والضفة الغربية حيث الخطر الذي يحيط بنا من كل حد أصوب في البداية لابد من أن يتصف كل من الأم والأب بالقوة بتوفير الشعور بالأمن للأبناء في الأسرة لأنه أنا بالنسبة للطفل أهم شخص بحياته كأم والأب بالنسبة للطفل مركز يعني بالنسبة له مصدر القوة بشكل عام يعني أقوى شخص اللي ممكن يوفر له الأمن للطفل بالنسبة له هو أبو بالتالي على الأباء والأمهات أن يتصفوا بالشعور بالهدوء وتوفير الأمن في بيئة الطفل بشكل عام نضطروا أنهم يحضنوا يناموا بطريقة كمان كتير كتير حلوة نمنع كمان أنفسنا ونمنع الأطفال في بعض الأحيان عن مشاهدة مظاهر القتل والتدمير المرعبة والحرق والانفجارات المدوية هنا وهناك في كل مكان لأنه سبق وقلت لكم أنه هاي المشاهد لن تمر مرور الكرام وإنما ستؤثر في شخصياتنا لفترة طويلة حتى أنها قد تؤدي إلى فقدان النطق أو فقدان البصر في بعض الأحيان المؤقت كحالة نفسية أنا هون بقولكم أنه سواء كان فقدان نطق فقدان بصر فقدان ذاكرة أي عرض بتعلق بالحواس جاء نتيجة الحرب وبشكل فجائي من هنا أنا بطمن الجميع أنه هاي العرض قابل للعلاج أيضا بشكل سريع لأنه هو مش بالأصل موجود عند الطفل لأنه أسبابه أيضا نفسية بحتة ولا يوجد له أي أسباب عضوية نهائيا بالفحوصات الطبية على الأغلب يعني هذا طبعا إذا ما كانت إصابة حقيقية من جنود الاحتلال أو نتيجة القصف وهكذا بالتالي إذن لابد من توفير الأمن في الأسرة من ضمن عناصر توفير الأمن أنه أنا أتحلى بالقوة ما بينفع أنا أكون قائد البيت وأنا نفسي أكون مهزوز وأكون ضعيف أمام الأطفال أنا ما بنكر على الكبار أنهم يشعروا بالخوف لا كلنا بنشعر بالخوف وهذا إشي طبيعي جدا ولكن لا يجب إظهار ذلك الخوف ونحن مصدر القوة أمام الأطفال فنحن لا نرى قائد جيش يظهر خوفه أمام الجنود لأنه إذا هو بيّن أنه خايف ومهزوز معنى ذلك أنه خسر المعركة لأنه جنوده رح يتسرب لهم الخوف وهكذا فبالتالي قائد البيت أو الربان أو المعلم حتى التربوي لابد أن يبص القوة والأمن والهدوء في المنزل أو في أي مكان يتواجد فيه أفراد أسرته أو أصدقائه أو أي أشخاص آخرين هو يشعر بالقرب منهم رقم 2 إنه بدنا نراقب لولاد ونراقب أفراد أسرتنا أي عرض مفاجئ كما قلت في الفيديو السابق مثل نومي كتير مثلاً أو عدم نوم كوابيس أحلام شديدة جداً نسأل لولاد عنها حركة زيادة أكل كتير فقدان شاهية وجعه راس بدي أنا ألاحظ أي عرض اختلف عند الولد أعرف إنه هو عن جد خايف وإنه هو في عنده إشي لابد من التعامل معه من ضمن وسائل التعبير إنه كتير مفيد إنه نحكي مع أفراد أسرتنا في الموضوع نحاول إنه نطمنهم وإذا في أطفال نخليهم إنهم يعبروا عن خوفهم ويحكوا عن مشاعرهم ونتقبلها إياك ثم إياك إنك تمكر إنه في مصدر خطر أو خوف إنه فيش إشي بيخوت لا إنه في مصدر خوف بس إنه إحنا موجودين إحنا البيت هون آمن إنه إنحاول إنه نلطف الجو كتير بس إنه إنكار مصدر الخوف معناه إنك أنت بتقول للطفل إنه إنت كاذب أو لزوجتك أو لبنتك أو لأختك بتقوله إنت واحد كذاب وإنه ما فيش إشي بيخوف وبالتالي هون هو رح يشعر بمشاعر أليمة جداً ويخوف عميق وتوتر شديد ويواجه مشكلات كتيرة بس ما رح يجي يحكي لنا عنها وبالتالي كتير مفيد إنه نتعامل مع مخاوفهم على إنها مخاوف مشروعة مخاوف هم على حق فيها نساعدهم على التعبير عنها بالكلام نساعدهم على التعبير عنها أيضاً بالرسم أيضاً ممكن إنه يرسم وبالتالي من خلال الرسم طبعه أعرف شو اللي عم بيخوفه لهذا الطفل ونناقش هذا الرسم معه نحكي عنه نقوله شو رسمت وإذا ما حكى أنت افتح معه حوار قل له أنا أعتقد إنك رسمت كذا وكذا فهو ببلش يعطيك هو شو اللي كان يقصده من خلال هاي الرسمة فوسائل التعبير المتاحة بوسطة الرسم بوسطة الهوايات المتنوعة فكرة مفيد جداً إنه كمان نسمح للأطفال ونوفرهم أدوات تنمية هواياتهم والقيام بكل الأعمال اللي هم بيحبوها حتى شوي ينسوا حالة الحرب والتشنج والتوتر اللي إحنا عم بنعيشها بشكل أو بآخر أضف إلى ذلك إنه الإرشاد الديني هون كمان جداً جداً مفيد جداً جداً مهم مع الكبار يمكن أكتر وبرضه مع الصغار طبعاً نوعاً ما على أد مستوى النمو العقلي وعلى أد فهمهم وعلى أد قدراتهم العقلية إنه نحكي معهم بإرادة ربنا وإنه ربنا بيحمينا وربنا يستطيع يعني يقدر على العدو كل الإرشاد الديني وإنه الموت حق وإنه يعني بشكل واقعي نوعاً ما إنه نعطي كل هالإرشادات الدينية اللي بتتعلق في هذا الموضوع بشكل أو بآخر فالإرشاد الديني طبعاً توظيف المبادئ الدينية من مثل الإيمان بالقضاء والقدر والموت حق والعمر محدود وإذا إلنا نصيب نعيش بنعيش وإذا إلنا نصيب بنموت بنموت وهيك يعني فهاي كمان قضية كثير كثير مفيدة في مجال التعامل مع المخاوف المرضية بشكل عام أضف إلى ذلك إنه زي ما قلت أنا إنه وما نضل قاعدين إحنا حتى ككبار متشنجين أمام شاشرة التلفاز وبس بنتفرج على مشاهد القصف والدمار بنسمع في الأخبار والأولاد من حولنا نفس الإشي لإنه إحنا عم نظلم لصغار هيك وحرام هذا الإشي مفيد جداً إنه نسمح لهم إنهم يلعبوا ويلعبوا بشكل واسع يمارسوا حياتهم المدرسية حتى لو ما في تيمز وميت وتعليم إلكتروني أو مدرسة مباشرة مفيد جداً إنه نتولى كأسرة تعليم أبنائنا وكأنها الحياة بتمشي بشكل طبيعي حتى مفيد جداً إنه ننقل لدرس ما شرحه الأستاذ حتى نورجي الطفل إنه الحياة عم تمشي رغم حالة الحرب أد ما نقدر نعيش الجو الطبيعي للأسرة بقدر الإمكان هذا يساعد على حدوث حالات التكيف والتقليل من حالات الخوف في حالة الحرب لدى أبنائنا بشكل عام ما نخلي الأولاد يعيشوا وقت فراغ نهائياً يا إما عندهم هواياتهم يا إما عندهم دراستهم يا إما عندهم لعبهم كل هاي الأمور بتساعد كتير على إنهم يتكيفوا مع الوضع مفيد جداً إنه نلعب عرب ويهود كمان ونمثل الحرب ونحكي ونقرقر عنها خليه قرقر عن الحرب في بعض الأحيان وكثرة اللعب بتخليه يقلى في المشهد ويتعامل معه على إنه طبيعي وتقلل من حالة الرعب والخوف اللي مرتبطة بكوارث الحرب والدمار والقتل وما إلى ذلك فتوفير الأمن قراءة القرآن الكريم أيضاً الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نركز إحنا ككبار على آيات الأمن اللي موجودة في القرآن ولو كتبت أنت بدي الآيات تساعد على الأمن وآيات الحرب رح تلاقيها على الإنترنت مصنفة ومحطوطة تكرارها كمان بساعدنا إحنا على الهدوء وجود القرآن بالبيت كمان بساعد على سيادة السكينة والأمن والهدوء في البيت وهكذا ورغم ذلك لازم نخلي فيه منفذ وفيه الباب موارب شوي يعني أنه آه فيه كمان طوارق اللي ممكن أنها تحدث رغم ذلك عن يعني رغم إرادة الجميع بشكل عام لأنه هذا بيضل عدو من هون يمكن مفيد جدا كمان أنه نعطي لأولاد معلومات ما بدي أنا أسرب لهم الإشاعات والله المستوطنين وين ما بدهم يمسكوك بدهم يقتلوك بدهم يضربوك بدهم كذا بس كمان بدنا نكون حاضرين في حالة تنقل أبنائنا ونعطيهم معلومات كيف يحموا أنفسهم أنهم ما يمشوا مثلا فرادة في أماكن الخطر بالذات لأولادهم في مدارس الاحتكاك في مناطق قريبة جدا من الاحتكاك مع الجنود أو مع المستوطنين وهكذا فبالتالي كمان هون كتير مفيد أن نعلم لأولاد كيف يدافعوا عن أنفسهم نعلمهم كيف يهربوا مفيد جدا اللي هي التربية البدنية لهم تعليمهم وسائل الدفاع عن أجسامهم وعن أنفسهم في حال لو تعرضوا لا تنمر حتى في الوضع الطبيعي في المدرسة أو لا اعتداء من قبل المستوطنين يعني كتير طالع الإشاءة أن المستوطنين بدهم يعملوا بدهم يسووا بدهم كذا فأنا أعتقد أن تسخيف هذا الموضوع ممكن يعرض لأولاد الكبار كمان للخطر المفروض أن نتعامل مع هذا الموضوع بجدية تامة وتعليم الأبناء كيفية الرد وكيفية على الأقل الدفاع أو الهرب على الأقل لأنه يعني من البطولة أني أهرب من هيك موقف فأعتقد أنه من الأصل أنه إحنا كفلسطينيين كتير كتير مهم أن نهتم بالتربية الجسدية لأبنائنا بذهابهم إلى النوادي مدارس نتأكد على حصص التربية البدنية حصص الرياضة يا عالم حصص الرياضة مهمة جدا لتقوية أجسام أبنائنا وتغذيتهم جيدا حتى يقدروا أنهم يدافعوا عن أنفسهم تجاه الحرب وتجاه التنمر باللي عم بزيد انتشاره في كل المدارس وفي كل البيئات وفي كل الثقافات للأسف يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة